مسألة الرعاية المستمرة ودي نقطة مهمة جدا أنت أشارت لها أنه الموضوع ما يبقاش برنامج واكسب فيه وانتهينا أنه المواب دي محتاجة اللي بيرعاها فنيا بعد كده اختيارات الأدوار ترشيحة الأدوار احنا نتكلم عن مسلسل وبيننا معاد وكمان بنتكلم عن مسلسل الأصل نبتدي وبيننا معاد وتعاملت إزاي ما عندك مسابري فوز بالحقيقة أنه يعني جميل جدا إحنا كلنا بنحبه فحكيلي عن كوليس مشاركتك فيها وزيتا من اختيارك للدور ما كانش الدور بمساحته كبيرة قوي بس أنا عملت ده يعني كنت عايز طبعا كنت لسه طالع وأنا عايز أخش يلا أبتدي أبتدي يعني فهو كان في الوكيشن صبري طبعا حد جميل وطاقته حلوة قوي وشخص حتى كلامه داعم دايما رجل لطيف قوي ومس الأستاذ فإذا كان أستاذ صبري أعمل إيه أنا كلنا بنمسي عليه هنا بنفسي نفسك تقف قدام مين من النجوم الكبار؟ مين حلمك؟ أنت لما كنت لسه بتبتدي وعايز أمسل نفسك تقف قدام مين من النجوم الكبار؟ بالله لو كنت قطيس هانا اللي فاتت فما كنتش هقولي هقولك لسه بعيدة بس أتمنى طبعا اليوم دي قد كده مشاركتك في الدوم أثار الطريق كنت شايفه صعب جدا وطويل جدا عليك؟ أه طبعا أنا حياتي تتشأليه بتتفهماني اللي هو مش هقولك بقى بين ثلاثة شهور اللي هما بتقولي الدوم بين يوم ففجأة تتفهماني بقيت جوه أتمنى بس أن ربنا وفقني دايما في الاختيارات فأتمنى أشتغل طبعا مع أستاذ هند صبري أستاذ كريم أبعزيز هم كانوا حابينك قوي في الدوم أكا وطبعا وأشتغل مع مخرجين مهمين كمان أستاذ بيت رميمي أستاذ كامل أبو ذكري زمران حامد أستاذ تامر محسن قالي كلام حلو قوي أنا بتكلم بس عن في البرنامج دلوقتي بغض النظر بقى عاوز أتكلم مثلا أستاذ أحمد حسن مخرج مسلسل أصلي راجل ده جميل قوي بيطمنك ممكن تحس في مخرجين بالتانشين أو ضغط للشغل أو حاجة هو جميل قوي بيطمن بيخش ده مهم جدا ليه كنت داخل أعمالك الأولى يعني أنا حتى هو بيطمنك في كل حاجة حتى لو في حاجة في الأداء يقولك بص يفرق على نفسك فماني مفيش عادي يعمل كده أكثر تحدي شفته في المسلسلين اللي عملتهم سواقح نكلم على بينا معد والأصلي لأنه زي ما أنت كنت بتقول أنت كنت بتحلم أنه ده يحصل لكن كنت حسس أنه لسه فكنت جاهز لا كنت محتاج حاجات تانية وده مهم عشان نقول للناس اللي بيتفرجوا علينا أنه حلمك ممكن بين يوم وليلة يتحقق المهم أنك تبقى جاهز أه أه وتسعى أكيد تسعى للحلم ده لأنك مش هيجي وانت قعد في البيت يعني أكبر مش تحدي يقدم هو أنا ما ببقى الشياف نفسي فدي حاجة مهمة للمخرج إن هو بيوجه الممثل ما بقى الشياف نفسي خالص ففي حتة مثلا أنا أميل أكتر إن أنا أبقى أرمي فيه أو حاجة الدور ممكن ما يسبعش بدا فممكن يلحقني في وضوعه زي ده فأمان يقول لا يا ابني ما يقولش كده فقول له آه تمام فبنتناقش يعني موضوع مش تحدي قدما المخرج بيبقى واعي إن لا خلي بالك آه تمام بس طبعًا أنا بتبكتش يأس أنا بأخد المشد دامج تدخل يعني لا بس طبعًا ما بأتدخل بقول عندي بس أستاذ أمين جمال، طبعًا تحاول تقوله بطريقتك آه أستاذ أمين جمال ومينة بباوي إخواتي طبعًا وأسادزة هما الكتابة وكده بس أنا بحاول أضيف على قد محضر أدي من روحي للشخصية وبيبقى ده جميل وبيريحني شكرا